موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة التعليم المتطور وكالعادة زمع وتقو انا بجيب لكم ازاي تجيبوا المناهج او ازاي تجيبوا حاجة بتساعدكم في انكم تعلموا ولادكم بالطرق الكتير اللي وزارة التربية والتعليم منزلها من الحاجات اللي احنا لسا ما عرفناهاش واشتغلنا بيها هي الموقع وزارة التربية والتعليم والمناهج بتاعته فندخل كده على موقع وزارة التربية والتعليم وحناخد المناهج التعليمية وحايزين تشوفوا المنهج الجديد المتوفر بالنسبة للاد الاطفال او لقول ابتداء هتشوفوا حاجات جميلة قوي بالنسبة للاد الاطفال بنختار مثلا الفصل الدراسي اللي هو الاول وبنختار المستوى الاول اللي هو كيش جوان وخشوا على الكتب الالكترونية في كتب الالكترونية او الدراسية اللي هي الكتب بتاعتك اللي هي البي دي اف اللي انت عايزها مجرد انك بتخش كده وتقول له استراد حيجيب لك الكتاب تبدو بتعمله داونلود ويبقى معاك الناس اللي بتدور على الكتب وما بتبقاش عارفة تجيبها ازاي بتشوف او اللي هو التواصل طيب بالنسبة الكوننكت هقول لكم الكوننكت بيجي ازاي اهوا الكتاب بي دي اف جاهز بتعمله داونلود وبينزل عندك آآ نصحة كويسة والوزارة اللي منزلاها وحاجة جميلة جدا خلاص بالنسبة لدليل المعلم هيبقى موجود على موقع بنك المعرف طيب تعالوا نشوف حاجة تانية آآ قلنا بالنسبة للكوننكت موجود بالنسبة لكوننكت آآ في البرمجيات او الرسوم المتحركة في الرسوم المتحركة ودخلت وشوفت عالت بحس هيجيب لك الفيديوهات بتاعت عايزين هي دي على فكرة الدروس اللي موجودة عند الولاد اساسا بتبقى كده يعني لو فتحت آآ قنكت بتاع كيجي وان هتشوف هتلاقي الايه الدروس ديان طيب احنا لو جينا خلاصنا بالنسبة لرياض الاطفال موجودة عندك كيجي وان وكيجي تو آآ نفس النظام لو جينا هنا قلنا ده بالنسبة للرسوم المتحركة طيب البرمجيات فيها ايه البرمجيات فيها استوانات تفاعلية للكوننكت يعني بالنسبة للي هي الرسوم المتحركة موجود لك موجودة عندك فيديوهات الاطفال بتقعد تشوفها لكن بالنسبة ليه آآ البرمجيات هيجيب لك آآ استوانة تفاعلية زي ما انتو هتشوفوها دلوقت هيا آآ بتنزلوها اوفلاين على فكرة عندك على بتنزلها اوفلاين عندك على الكمبيوتر وتبدأ تشتغل بيها اهو استوانة جميلة جدا 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 يعني هتبدأ تتعامل معها خلاص آآ حاجة كده يعني هتشوفو الحاجات دي فين آآ الوزارة منزلها بطريقة تحفة الصراحة ها عندك الستوريز وعندك شغل يعني حاجة جميلة جدا دي بالنسبة خلصناها طيب نرجع تاني آآ قلنا بالنسبة للمرحلة اللي ابتدائية عندك برضو بنقول ابتدائي لحد ايه لحد ستة بس احنا بنخص بالذكر اللي هو المستوى اللي هو المناهج الجديدة برضو الكتب الدراسية اللي هي البيدي افات والبرمجيات زي ما قلنا دي الستونات التفاعلية اهو عندك منها ايه في العربي جايب لك الدروس تحملها استوانة احفالات تشتغل بيها على طول دي في البرمجيات طب محتاج ان يبقى عندك دليل المعلم اهو خلاص دليل المعلم في حاجة بقى جمان هاو شايفين ديسكوفر والاكتشف والكمبيوتر يعني انت عايز كمان مادة الكمبيوتر دي نشوف فيها ايه هنلاقي منهج الكمبيوتر لو انت عايز تبدأ مع ولادك كمان حاجة جميلة جدا في المناهج اللي هي اللغة الفرنسية انا شفتها وبصراحة جميلة جدا يعني لو من سنة اولة ابتدائي لو جينا شوفنا الكتب الدراسية هنلاقي اللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية دي انا لقيت منهج جميل جدا انك لو عايز تنامي ولادك بيه من الاول خالص اسمك ايه هيا منكم وانت بلتيه واللاحاد ما توصل هنا للارقام وتبدأ تقول الاشياء بصوا يعني موجود حاجات جميلة جدا غير كده كمان فيه انشطة طيب بالنسبة للبرمجيات وتحميل الاندرويد يعني ايه يعني انت ممكن تنزل الكلام ده كله على الموبايل بتاعك اهو الدروس بتاعته اللغة العربية كلها متنزلة ولس وده الموقع التاني او اللح ده كله العربي العربي كله عندك ممكن تنزله على الاندرويد وكمان الانشيدي اللي موجودة في الانشيدي اللي موجودة في كتاب العربي كلها موجودة وانت دي الانشيط دي اللي موجودة فين. اه ليبن سينكز دي متحيق لي اللي موجودة في اللي هي الى ديسكوفر. فعندك شغل جميل جدا في اه موقع تزارة التربية والتعليم. خشوا وتفرجوا وشوفوا ونزلوا الاتناط التفاعلية ونزلوا كمان الفيديوهات. هتلاقوا كمان الفرنساوي اللي بقولنا المنهج الفرنساوي الناس اللي عايزة تشتغل به موجود من اولى ابتدائي. هنشوفوا معاكم كده هشوف معاكم لحد موجود سنة ستة ولا لأ. واللغة الفرنسية الحد سنة ستة. يبقى انت عندك الفرنسية ومن اولى ابتدائي الحد سنة ستة ممكن تشتغل فيه زي ما انت عايز. خلاص? اتمنى يكون الفيديو مفيد وادف لكم جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.